أعرف الصحف من قناة الشروق الإخبارية صباحكم صعيد وأهلا وسهلا بكم نستهل هذه الجولة الصباحية بين عنوين الصحف الوطنية والعربية وحتى دولية منها بافتتاحية الشروق اليومية صدر بتاريخ اليوم والتي عنوانت صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض فور تكنولوجيا مناخية في الجزائر وبرحلة يؤكد بلادنا الأولى إفريقيا في تقنيات التنبؤ بالتقس القاسية عنوان رئيسيا آخر يأتيكم مشاهدين ضمن هذه الافتتاحية أولويات التنمية المحلية ولسائل الزيارات الميدانية لمختلف الولايات عبدات يؤكد سرعة قصوى للوقوف على المنشآت القاعدية تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون وفي عنوان آخر المشاريع العمومية عادلة بين جميع الولايات لتحقيق حركة تنموية متوازنة على رأس صفحة الأولى تعود هذه اليومية إلى مسابقة توظيف أعوان بالحماية المدنية في تفاصيل هذه اليومية اخترنا لكم هذا المقال الذي يأتيكم بهذه التفاصيل وجاء فيها تتعلعون في هذا المقال الذي يأتيكم في صفحة ثالثة من يومية الشروق هذه أولويات التنمية المحلية ورسائل الزيارات الميدانية في التعهدات الـ 54 التي وضعها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية نجد اهتماما بالغا بالجبهة الداخلية وتنمية المحلية ومن ذلك تعزيز الدور الاقتصادي لجماعات المحلية وإطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هيكل قاعدية كبرى تكتب الشروق اليومي إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بعض هذه الالتزامات تتطلب شاركها جنبية وهذه الأخيرة تقتضي بطبيعة الحال قوانين نظمة للاستثمار وتحسين مناخه وهو الأمر الذي يفسر والجوالات الماراتونية التي قادت رئيس تبون في الفترة الأخيرة إلى دول محورية كما هو الحال مع روسيا والصين وتركيا وقطر وقبل ذلك إيطاليا والبرتغال ومن بين تلك الخرجات الدبلوماسية كانت هناك بحطات داخلية عدة حيث وجر الرئيس تبون مؤخرا جولة ضم ثلاث ولايات وسطهية العاصمة بومرداس وتيبازا ودشن من خلال هذه الجولات مشاريع وتوقف عند أخرى دخص القطاعات حيوية متصلة بالحياة اليومية للمواطن هي المياه والسكن والصحة واستكمالا لعملية الوقوف على تنمية المحلية أشجر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن دورية نحو الشرق ضمت ولاية قلمة عنابة وطارف لمعاينة مشاريع لا تقل أهمية عن تلك التي دشنها رئيس الجمهورية تفاصيل أكثر حول هذا المقال في يومية الشرق في موضوع آخر الـ 2600 و34 مليار أموال وفواتير سددها الجزائريون من بيوتهم حيث حقق الدفع الإلكتروني في الجزائر أرقام قياسية خلال سنة 2023 حيث تكشف حاصلة الستة أشهر الأولى من عم إجمالية الدفع والذي يعادل 2634 مليار سنتيم وتضم هذه المعاملات تزديد الفواتير والخدمات واقتناء السلع وأيضا استخدام محطات الدفع الإلكتروني في حين بلغ السحب عبر البطاقتين البنكية والبريدية 30700 مليار سنتيم تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع الاقتصادي بامتياز في يومية الشرق نتطرق الآن إلى أبرز العنوين التي جاءت بها الخبر والتي عادت إلى الوضع بنيجر إجماع إقليمي على موقف الجزائر وعنوين أخرى تأتيكم ضمن هذه اليومية طاولات الهندي تملأ الشوارع تكتب الخبر في عنوان أسفل صفحتها الأولى وتكشف عن أسباب التخلي عن التعليم التقني والتي كشف عنها وزير التربية في التفاصيل اليومية تطالعون أيضا مئتان وأربعة وثلاثون مشروع يحصل على تأشيرة مؤسسة ناشئة وعنوين أخرى تأتيكم ضمن هذه اليومية المساء من بين اليوميات التي اخترناها لكم اليوم ضمن معرض الصحافة وتطالعون صدر صفحتها الأولى الجزائر الجديدة التزامات تتجسد ووعود تتحقق وفي عنوين أخرى ضرورة تسويق لإنجازات الجزائر لتصبح من الدول الرائدة وعنوان آخر فيما يخص الأمن المائي والذي يعد أولوية رئاسية لصون كرامة المواطن تحنون المساء 84% من الطلبة الجدد أنهو تسجيلات الجامعية ورئيس الجمهورية يعزي نظيره الأمريكي والصين على إثر فيضانات شمال الصين وحرائق هوايا في عنوين أخرى تطالعون مشاهدينا قروض حلال لشراء مساكن البي بي بي بداية من سبتمبر ورفع سقف التمويل لاقتناء السيارات والمركبات المنتجة محليا في عنوان هامشي في بات السياقة في تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال وجاء فيها 84% من الطلبة أنهو تسجيلات الجامعية النهائية حيث بلغ عدد حاملية البكالوريا الجدود المسجلين في المرحلة النهائية لتسجيلات الجامعية التي تم تمديد أجالها إلى غاية الجمعة المنصارم أزيد من 2065 ألف طالب أي بنسبة 4.8.26% حسب ما أكده ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داودي عبدالجبار وكشف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح له على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة البطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية أن عدد الطلبة المسجلين في شهادة جامعية مزدوجة التي مست الطلبة المتحصلين على تقدير جيد جدا وممتاز في شهادة الباكالوريا دور تجوان 2023 بلغ 186 طالب حيث تم توجيه الطلبة إلى 6 جامعات كمرحلة أولى الموعد اليومي حاضر في معرض الصحافة لنهار اليوم وعنوانات صدر صفحتها الأولى الجزائر كانت ولتزال سند لدولة إفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار واسع عنوان آخر الجزائر تحتضن ورشة تكوينية لفائدة 11 دولة إفريقية حول التسلسل الجيني لفيروسات الإنفلونزا وكورونا في عنوان أخرى مشاهدين دور الشباب في تحقيق التنمية أو دور الشباب أقول دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة محور لقاء بالجزائر العاصمة وتطالعون الرئيس تبوني وعزي الرئيس الصيني إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي عرفتها البلاد كما أعز رئيس الجمهورية الرئيس الأمريكي إثر حرائق ولايات هاواي في تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقالة في شأن تقوي الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحلوقات يتعهد بوضع أليات تعتمد على الشفافية أكد مراد بالجهام الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحلوقات النفط أولويات الهيئة مشيرا إلى الاهتمام باستقدام مستثمينين جدود بكفاءات تقنية حديثة عالية من شأنها تعوذ بالإيجابة على القطاع وتوفير الشروط اللازمة لنجاح عروض المناقصات المستقبلية متعهدت أيضا بوضع آليات وقواعد تعتمد على الشفافية والبراغماتية للحفاظ على مصالح البلاد وتعزيز العروض أتى ذلك لدى إشراف وزير الطاقة والمناجي محمد عقاب على تنصيب بلجهام رئيسا جديدا للنفط خلفا لعز الدين طيار الذي كان يشغل المنصب بالنيابة تفاصيل أوفى حول هذا المقال في يومية الموعد اليومي يومية الجزائر أيضا مشاهدين تعود صدر صفحتها الأولى وفي قطاع التعليم العالي تسجيل 234 مشروعا جهزا لتحويل إلى مؤسسة ناشئة خلال الموسم الجامعي 2022-2023 اكتمال الطريق السيار شرق غرب يحمل أهمية اقتصادية كبيرة وحجز 1212 ألف أورو بمطار هوري بومدين الدولية في تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال وجاء فيها اكتمال طريق السيار شرق غرب يحمل أهمية اقتصادية كبيرة ويعد مقطع طريق السيار شرق غرب الممتد من الذرعان بولاية الطارف إلى الحدود التنسية المدشن من قبل الوزير الأول من أهم المشاريع التي جار نجازها بالمنطقة الحدودية نظرا لدوره المرتقب في تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين الجزائر وتونس وبعث التنمية المحلية بالمناطق الحدودية القدس العربي أيضا حاضر معنا اليوم وتأتيكم بعديد العنوين الدولية الكيان الصهيوني يرفض وجود مقالة الصفارة السعودية في القدس وتطالعون عديد العنوين مشاهدين الرئيسية ضمن عيومية القدس الصدرة بتاريخ اليوم ختام عدد اليوم من معدد الصحافة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء